إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية طيب شيخنا آخر سؤال فيما يتعلق بالإمارة والدولة يقولون أن داعش هذه نبتة سلفية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقال الشاعر والدعاوى ما لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء وقبل أن قال الله سبحانه وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هاتوا برانكم إن كنتم صادقين فمن ادعى أن داعش يعني نبتة سلفية فعليه بالدليل عليه بالدليل وليقول وإلا فالدعاوى عريضة كثيرة يعني ادعى وعريضة لو يصدق كل من قال ما قال لا أعطي الناس حقوق غيرهم أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ادعى كل مدعين شيء لا أعطي له حقوق فلذلك يعني أولا نحن نرد على داعش في المحاضرات ونحارب داعش بالسنان وحاربتهم الدولة وكثير من الدول بالسنان فقول من قال بأن داعش نبتة سلفية ربما نبتت في حديقة بيته وهو الذي سقاها بمائه فأنبتت هكذا فنبتت والتعالي غيرهم ولكن أقول داعش هي ابن زنا بين الشيعة وبين المجتمع يعني الأوروبي يعني مجتمع التولي هذه هي داعش داعش هو ابن زنا يعني بين الشيعة والمجتمع التولي هم الذين صنعوا هذه وعطوها ذلك الخطاب الديني وأنا أقول ذهبت القاعدة وذهبت داعش يعني لم يبقى لها فعلوا بها كما فعلوا بكورونا يعني رفعوها ثم خفضوا فيها فسيأتي داعش كذلك وسيأتي كذا تصنع لأن الفرق الطالة تصنع من طرف أعداء الإسلام السبائيون من الذي صنعهم؟ اليهود الصوفية من الذي صنعهم؟ الروافد والروافد من الذي صنعهم؟ اليهود والصوفية من الذي شجعهم في بلاد المسلمين؟ أليس الاستعمار؟ تهدم المساجد وتبنى الزوايا حتى في فرنسا المرأة التي تسمى زوجة الرجلين يعني كانت لاتجانهم من بعده تزوجها أخوه كل الحركات الاستعمارية في العالم التي لحقت بلاد المسلمين كان وراءها الروافد والتصوف انتهاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد